اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية في مملكة البحرين دعم جلالة الملك المعظم لمسار العمل المشترك للمجالس التشريعية في دول مجلس التعاون منوها بالتزام المملكة مع اشقائها في دول الخليج بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي لترسيخ قيم ومبادئ السلام والعدالة والتعايش السلمي والتسامح والتعددية من اجل عالم اكثر امنا جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعب البرلمانية برئاسة معالي رئيس مجلس النواب ضمن اعمال الاجتماع الدوري الثامن عشر لاصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والامة في عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ابو ظبي واوضح معالي خلال كلمته في الاجتماع بان مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ودعمهم تابعة السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تؤمنوا ايمانا تاما بان السلام هو الخيار الاستراتيجي الامثل لحل الصراعات والنزاعات وذلك من خلال الحوار والتسويات السياسية واحترام مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتضع في قمة اولوياتها تعزيز التكامل الخليجي معربا عن التطلع الى دعم وتبني مبادرة جلالة الملك المعظم والتي اقرتها القمة العربية في شهر مايو الماضي بشأن الدعوة الى عقد اجتماع عاجل ومؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط يعيد الامل في تحقيق السلام والاستقرار المنشود ترجمة نانسي قنقر